بمناسبة نهاية العام الدراسي وفي إطار احتفاء الوزارة المستمر بإنجازات طلبتها في مختلف المجالات كرم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم تسعين طالبا وطالبة من المتميزين وأصحاب الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية المشرفة بمن فيهم دول احتياجات الخاصة عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن اعتزازه بما وصل إليه الطلبة المكرمون من تميز مشرف في مجال مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تقديم كل الدعم والمساندة للطلبة الموهوبين والمبدعين من مختلف المراحل الدراسية وفي شتى مجالات الموهبة والتميز والإبداع لكونهم يمثلون ثروة وطنية مهمة وقيمة مضافة لوطنهم مملكة البحرين وأوضح الوزير أن مركز رعاية الطلبة الموهوبين قد نجح خلال هذا العام الدراسي في تنفيذ 132 برنامجا إثرائيا في مجالات الموهبة الأكاديمية والأدائية استفاد منها 1382 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة بمن فيهم ذووا الاحتياجات الخاصة إضافة إلى تنفيذ 68 دورة تدريبية في مجال العناية بالموهبة استفاد منها 1895 معلما ومعلمة من جانبهم أشد الطلبة باهتمام الوزير باستقبالهم وتكريمهم شخصيا الأمر الذي يمثل حافزا كبيرا لهم على تحقيق المزيد من النجاحات في مجال موهبتهم وإبداعاتهم قدم لمركز رعاة الطلبة الموهبين الرعاية الكافية من التدريبات المكثفة وحلقات التدريب المتواصلة على مدى الأسبوع هذا مما أهلني أني أفوز بمراكز مرتفعة في مسابقات المحلية والعالمية نحصلت على عدة مراكز في الحاسبة الصينية في مسابقات على مستوى العالم وعلى مستوى البحرين سعيدا اليوم الوزير يقابلنا ويكرمنا ونشكر وزارة التربية والتعليم ومركز الموهبين موهب في الرسم والتشكيل طبعا اليوم نحن باستضافة سعادة وزير التربية والتعليم دكتور ماجب بن علي النعيمي أحب أوجه الشكر حكس سعادة الوزير ولكل القائمين على هذا المجال لأنه دعمونا وصقلوا موهبتنا من نعومة تضافرنا إلى الآن موهبتي لعب الشرائية مكان عمري ثمان سنوات اكتشفت أن عندي موهبة الشراء فبعدين غررت أني أروح وعبتني الموهبة أنا مستوى السوي لأن الوزير بيكرمني ومن ضمن أبرز إنجازات الطلبات المكرمين تحقيق المركز الثالث في مسابقة الريبوت العالمية والمركز الأول والثاني في مسابقة الريبوت المحلية والمركز الثاني في مسابقة ناصر بالحمد للإبداع الشبابي والفوز بجائزة تورنس للكتابة والشعر الحديث باللغة الإنجليزية وتحقيق 12 ميدالية ذهبية في البطولتين الخليجية والأسيوية لرفع الأثقال وتسع ميداليات فضية وثلاث برونزيات في البطولة الخليجية وبطولة غرب آسيا لرفع الأثقال والميدالية الفضية في البطولة الدولية للريشة الطائرة لذوي الإعاقة والميدالية الفضية في بطولتي بلجكا وفرنسيا لألعاب القوى والميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة والمركز الأول في البطولة الخليجية للقوارب الشرعية بالكويت وجهت لنا الدعوة من قبل وزارة التربية إدارة التربية الخاصة من تي مثل ما شفته من دول الاحتياجات الخاصة والحمد لله حصلت علامات في صوف الدمج وحصلت علامات مرتفعة علامات الامتياز دعونا اليوم علشان التكريم طبعا هي تعبر عن فرحة أنها وائد وائد فرحانة أن اليوم سعادة الوزير بقابلنا والها تكريم في الوزارة ولي أمر أعتبرها لفتة كريمة ومغربة على سعادة الوزير أيديه البيضاء واهتمام بدول الاحتياجات خصيصا طلاب عموما ودول الاحتياجات الخاصة على وجه التحديد ومتابعتها لهم وأيضا إدارة التربية الخاصة وايد كانوا من المتابعين في كل سقيرة وكبيرة تخص أبنائنا اللي هم دول الهمم ولفخر كبير لي بأن أكون معكم في هذا اليوم السعيد لقد شاركت في الكثير من المسابقات على مستوى المملكة البحرين وعلى مستوى الخليج العربي والفخر الأكبر لي في مشاركتي في مسابقة تحدي القراءة العربي وفوزي بالمركز العاشر على مستوى مملكة البحرين أما الطلبة ذو الاحتياجات الخاصة فقد شملت مجالات تمييزهم القرآن الكريم وتفوق الدراسي ونتائج الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم تمس ومسابقة تحدي القراءة وتميز في الحساب الذهني والتمثيل والخطابة والرسم وكتابة القصص والموسيقى والسباحة وكرة القدم ترجمة نانسي قنقر